اكد سعادة السيد ياسر بن ابراهيم احميدان وزير شؤون الكهرباء والباء اهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص كما اكد سعادته اهمية تكامل الجهود التي تصب في مصب تنمية وتطوير مختلف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن وتسهم في تنويع الروافد الاقتصادية وتحقيق انجازات نوعية في قطاع خدمات الطاقة جاء ذلك خلال توقيع وزارة شؤون الكهرباء والماء اتفاقية مع شركة اي بي بي لتوريد خمس محطات شحن بسعة ثلاثمائة وستين كيلو واط لشحن المركبات الكهربائية بسرعة وكفاءة عاليتين وبمعايير عالمية رائدة في هذا المجال وذلك لتركيبها في عدة مواقع استراتيجية في انحاء مملكة البحرين حيث تاتي هذه الاتفاقية ضمن الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتوفير البنية التحتية للمركبات الكهربائية هذا ذكر سعادة الوزير حميدان بان المشروع سيسهم في تعزيز المسيرة نحو الاهداف الوطنية التي اعلنت عنها مملكة البحرين في مؤتمر تغير المناخ كوب ستة وعشرين للوصول الى الحياد الصفري بحلول عام الفين وستين وتقليل الابعاثات الكربونية بنسبة ثلاثين بالمئة بحلول عام الفين وخمسة وثلاثين ترجمة نانسي قنقر